السلام عليكم حبوباتي كيراكم دايرين ان شاء الله بربي تكونوا كامل بخير وانتم ما تشوفوا في الفيديو تعانها اليوم اليوم ان شاء الله جبتلكم حبز اكتر من رائح تمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتنجحوا فيه قلكم اذا اول مرة راكم تشوفوا في القناة ما تنسوش اخواتي الاشتراك فيها وتفعيل الجرس كيف تتوصلوا بكل ما هو جديد بالنسبة للحبز تعانها اليوم كما قلتلكم حبز خفيف فهشيش مكاش مقاد يعني عفوا مكاش قرامات ومكاش يعني كاس مستعمل اللي غادي تيقيدك بها تعجزي بما تجربيش هاد الوصفة هنه ديت علبة تعياوخ طبيعي بحرارة الغرفة من بعد شدرت بعد ما خويت العلبة غدي نخليها هي اللي غادي نستعملها في المقاسات ولا في العبار عندي حبة عبايد عنا ملعقة كبيرة تخاميرة الحبز مع عمرا مليح بسكرة البرد وعنا نصف مغرفتاء سكر ونصف علبة خاميرة كميائية ما يعادل 5 جرامات هنه عندي شوية سانوج عندي شوية زرية الكتان وعندي حبة حلاوة هنه تبغوا تديروا تديروا السانوج تبغوا هنه يبقى لكم على حسب الدوقت تاعكم هنه ندي هاد البو هادا تعليها وقت نكيل به كيلة تحليب يعني عبر تحليب الحليب يكون طبيعة الحال دافي الى ساخنة وعلمة يعني نطيقون كين تديري صبعك يعني ما تنحرقش كي مارا نشوفو نخلط مليح هاداك الياه وقت مع الحليب به يتجانسوا مع بعض عفوا بعد نضيف الخميرة الكيميائية والسكر ونخلط مليح به ندوب هاداك الخميرة نضيف حبة تاع البيتاني تكون بحرارة الغرفة متكونش باردة كما تعرفوا راح البرد نحاولو قدر المستطاع كامل المكونات يكونوا بحرارة المطبخ وليكونوا حميين نضيف هادوك يعني كما نقولو احنا البودور والمونكيهات الججلان اللي بغيتو تديرو تاني ضيفوه نفس البو هاداك غادي نعمره زيت كيلة دا زيت يعني كيلة يا وقت طبيعي كيلة حليب كيلة زيت غادي تلقوا المقادر في صندوق الوصف المكتوبة ان شاء الله اهنا اضفت الزيت ونخلط مليح مرة اخرى حتى كما قلت لكم ينساجموا مع بعض اهنا بلا ما ننساو الملح عنا تقريبا نص مورف تأكل تعملح مما يجينوش الخفز التاعنا صامت ونبدلم بالفارينا بالنسبة للفارينا هنا استعملت الكاس 200 ميليلي لتر هادي تدينا تقريبا ثلاث كيسان ما يعادل قريب الرطل تاع الفارينا وهناي النوعية تاع الفارينا والحجم التحبات تاع البايد العبوداور ممكن يتديلك الرطل تاع فارينا كما ممكن تديلك اه اقل من الرطل بشوية يعني 480 جرام 470 جرام في هاد الحدود يعني نص باكية تاع الكيلو هاداك هنا اضفت الكاس الزاوج ونخلط بالفوي ونخلطها كمليح من بعد نضيف الكاس الثالث الكاس الثالث غادي نضيفه بالتدريجي اني نشوف العجينة التاع ادي جبدت تشد روحها غادي نضيفه تدريجيا ما نضيفهش دفعة واحدة هنا غادي نقلع الفوي ونخدم بيدي افضل نبدأ ندخل في الكاس الثالث في العجينة العجينة الثاني لازم تكون كما دايما نقولكم عجينة طرية ومتلاسيقة خبز يجيكم خفيف يعني انا هاد الخبز حضرته للضياف كانوا عندي اعجبهم 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 بالبز داف وقاع قالوا لي اعطينا لغوسات هنا كما تشوفوا العجينة راهي خاصها الفرينا نضيف هاداك الكاس كما كنت لكم على ثلث دفوعات ولا ربعة حتى تشوفي القاوام تالعجينة التاعة كيفاش ولا هنا صاي العجينة التاعة تلمت والعجينة دايما نخلوها طرية ومتلاسيقة كي تخمر غادي تزيد تشد روحة ما غاديش تغبنك كنت تشوفوا معايا في الفيديو موضح يعني راهي هنا تلاسق بعد ما تخمرنها غادي نطيق نشكلها يعني عادي ما تتغبنيش ولا تكشغل كما نقوله احنا تغلبك هادي هي هنا شوفوا القاوام تالعجينة هنا غطيتها بكيس بلاتيكي وندلها قطعة قمش ونخليها تختامر في مكان دافي واحدة الرابعين دقيقة هنا كما رأنا نشوفوا العجينة التاعنا ضاع في الحجم التاحة خليتها خمرت يعني في مكان دافي في المطبخ ولا حمي الفرن واحدة الخمس دقائق ولا وطفيه ودخلي العجينتاك وخليها تختامر هنا دستاعنت بشوية تحفارينا يعني مشي حاجة بزاف عشوية قدما نشكل العجينة هنا انا غدي ندير دايما نعودتكم يعني نخدم بالميزان يعني في سرح فيها غالب غدي ندير في كل خبزة 180 قرام حتى الميتين يبقى لكم توم الاختيار ممكن هذي الكمية تقسموها نديرو زوج خبزة انا ندرتهم خبزات يعني ما مش كبار متوسطين الحجم كل خبزة فيها 180 قرام من العجين يجوكم هذو كومة يعني هنا غدي نشكلهم بهذه الطريقة كم نشوفو يعني كانت تلاسق بعد ما قبل ما تخمر يعني راي عادي مايش حاجة لتغلبك وما تحاول ان كي ما تكتريش الفارينة كي تبدي تشكله في الخبزات التوعك هنا شكلتهم خبزات كي ما كم تشوفو فرشت البلاتيعي بورقة طهي ونشكل الخبزات التوعي عادي بهذه الطريقة اللي دايما نعودتكم كذلك عليها غدي تعطيكم خبز هشيش وخفيف بعد ما تشكل هذك التقب في الاسفل كي ما راي نشوفو نعجينا راي سهلة الاستخدام سهلة 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 هنا انا قدرت يعني ربع خبزات ربع خبيزات عفوا يعني الكمية هذك قدرت ربع خبيزات قدرت حشا كما نقولو ولا اغضا هنا اه طبيعة الحال الخبزات هادو ما نقرسوش ضربك فسكو يكون دقرسيهم ضربك هنا سمحولي هذ البابي يهبني قبل ما دقرسيهم لازم تخليهم يريحوا شوية لانو لما خلينا مش ريحوا وروحنا قرسنام غالدي غالبوك الشكل ما غالدي شعطيك شباب غالطيهم وخليهم 1-5 دقائق عادي رجع لهم تلقى عجينة تاكرة شوية ويعني تساعدك بزف الخدمة حاولي انكد قرسهم دايما كما قلتلكم الى تبغوا الخبز خبز الدار يعني يكون فيه الباب بزاف ولا القلب بزاف خلوا الخبزات تاعكم غاليد شوية واذا كنتوا من الناس اللي ما تفضلش هادك اللوب هادك تاع الخبز يكون حجم تاعه ساميك رقي الخبيزات التوعك انا هنه غادي نكمل نقرس كامل الخبيزات اللي عندي ونعود ونتلاقى وشوفو كيفاش نزينو هاد الخبز هنه بعد ما قرست هادو كل خبيزة التوعي نحتاج لبتازين عننا حبيبة تاع الجبن عدنا شوية حزيتون اسود وعدنا شرائح تاع البسل اللي غتتهم عرقاك بالبزاف ما لازم ايج بزلا هنه الخبز تاعك ديجا بدايهخمر فاسكو المطبخة عندي حامي هنه تبغ لو تدوق cesafár بايضة أو بايضة كاميله من الافضل صفر لكن انا كان عندي هذا البيض كنت اخدمت به كان في التلاجة يعني بيضة كاملة ما بغيتش نقيسها لا للتبدير دائما نقولها لكم لا للتبدير هنا قبل ما يخمر الخبز التاعنا ندهنها بالبيض ولا بصفر البيض ندهن كامل لوجه مليح مليح بها يجي يعطينا هذا الاحمرار بتاع الخبز لازم ندهنه الخبز التاعنا جيدا هنا عندي شية السانوج اللي غادي نديرها للوجه كما ممكن تديري الجلجلان تاني يجيك شباب بالجلجلان لكن انا صراحة ما كانش عندي الجلجلان ندرت غيث السانوج نرشه مليحي على الوجه وبها الطريقة يعني الخبز يطبعها غيث السانوج وحبة حلاوة زرحت الكتان هادو اللي يطبعونا الخبز بتاعنا نرش هنا يالسانوج بها الطريقة وندي الزيتون هنا الزيتون ممكن تستعملوا الزيتون اخضر انا ما كانش عندي كان عندي الاسود فقط درت يعني مشي راهي تباعدك لمنزوع النوات انا ما عنديش يعني كان عندي حب نورمال انا دي نوايتها في الدار ودرت الحبالي اتنين ندير بهذا الطريقة كما كنتفو التزيني يبقى لكم اختياري انا هادي فكرة بتاعي تزين ثم تبووا تديروا فكرة اخرى يبقى لكم الاختيار هنا نكمل نحط كامل الزيتون بهذا الطريقة ولا دي نوايته تاني في الدار ممكن نقطعه ضوائر من بعد ندي هدوك الحبيبات تاع الجبن الجبن هنا اي جبن يكون عندك يعني سعر الرمزي تاع عشرة دينار هاداك نستعملوه هنا نقطع الجبن التاعنا مكعابات ونحطه فوق الخبز التاعنا فقط هنا نضغطو شوية للزيتون نضغطو شوية للجبن باكي يخمر الخبز يسقو مشي من بعده يبدأ ويطيروا لك في الفورن ويطيروا لك هادوك السوال ما يبقاش الشكل شباب هنا ضغط عليهم شوية باكي يبقاو تابتين في الخبز التاعك بهذا الطريقة ندير الجبن كامل كما راكم من بعد نجيب هاداك البصل التاعنا اللي كنا قطعناها رقيق ونزين به كذلك هنا كما را نشوفو البصل انا هنا البصل كانت عندي حبة كبيرة كشغل هادوك الشرائح اللي راهم الطوال يبقوا خبزة كبيرة لكن انا كما قدرتها كخبزة صغر حاولت انني ننقص من هاداك البصل هاداك البصل اللي يتنقصوا منه ولا يبقا لكم ما تقيسوش طبيعة الحال كما قلت لكم لا لي التبدير نخلوه نديرو بمرقة تاع طعام ولا تحريره ولا تديريه في صلاع طاوله مهم ما نرموش هنا ينحاول نشكل هادوك الشرائح تحتع البصل على شكل زهرة فقط كتزين وفي الواسط نديرش فيها تانية زيتون يعني قطعة صغيرة تاع زيتون ودايما نضغط على هاداك البصل باه يقعد لي في يقعد لي تابت في الخفز كما قلت لكم مشي من بعد كيت تكملي يطير لك بهات الطريقة كما رانا نشوفو نتبته جيدا تبتي الجبن تبتي الزيتون هنا في الواسط درت شوية تاع زيتون الاسود ونكمل كامل بنفس الطريقة نكمل كامل الخفز كما تقولو كالناس لي ما تبغيش بصر ما تديريش خليه يختامر ودخله للفرن يكون ساخن ويطيب على نار متوسطة يدي لون الذهبي ونخرجه نقدمه الخفز التاعنا كما راكم تشوفو راهو جاهز هذا هو الشكل النهائي التاعو خفز خفيف شيش بدون تعب بدون دلك هنا فقط كملاحظة انا هنا يحمرته شوية انتوما لما تبغوشوا الخفز هاكم حمر يبقى لكم الاختيار على ما اظن في الكاميرا رايبلكم انه راه محروق لكنه موش محروق غالي نقسم لكم هنا فقط انا ما خليتوش برد ما وش بارد 100% يعني راه بارد 71% باقي لها 30% ما يجي باردة هنا شوفوا الشكل التاعه كيفاش جاء هدك البصل والزيتون يجيكم تابت في الخبز التاعكم اكتر من رائع سهل وما يديش من نك الوقت من قلير نقولكم اخواتي ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تعانها اليوم تدعموني بلايكاتكم اشتراكاتكم في القناة وتفعيل الجرس بتوصلوا بكل ما هو جديد نقولكم بارتاجي وتدعموني والى الملتقى ان شاء الله